وأنه يعالج بمساعدة جن المسلمين وهل هذه المساعدة من الجن للقارئ من الاستعانة الجائزة أو المحرمة الاستعانة بالجن سواء ما كانوا مسلمين أو غير مسلمين وسيلة من وسائل الشرك والاستعانة معناها طلب الإعانة ولهذا من المتقرد عند أهل العلم أنهم لا يطلبون الإعانة من مسلم الجن فلم يطلب منهم الإعانة والصحابة رضوان الله عليهم وهم أولى أن تخدمهم الجن وأن تعينهم وأصل الاستعانة بالجن من أسباب إغراء الإنس بالتوسل إلى الجن وبرفعة مقامه وبالاستمتاع به وقد قال جل وعلا ويوم نحشرهم جميعا يا معشر الإنس يا معشر الجن قد استكترتم من الإنس ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكترتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا فحصل الاستمتاع كما قال المفسرون من الجن بالإنس بأن الإنسية يتقرب إليه ويخضع له ويذل ويكون في حاجته ويحصل الاستمتاع من الإنس بالجن بأن الجنية يخدمه قد يكون مع ذلك الاستمتاع ذبع من الإنس للجن وتقرب بأنواع العبادات أول عياذ بالله بالكفر بالله جل وعلا بإهانة المصحف أو بإمتهانه أو نحو ذلك ولهذا نقول إن تلك الاستعانة بجميع أنواعها لا تجود منها ما هو شرك وهي الاستعانة بشياطين الجن ومنها يهم الكطاء ومنها ما هو وسيلة إلى الشرك وهو الاستعانة بمسلم الجن بعض أهل العلم في شيخ الإسلام المتيمية قال إن الجن قد تخدم الإنسية وهذا المقام فيه نظر وتفصيل ذلك أنه ذكر في آخر كتاب النبوات أن أولياء الله لا يستخدمون الجن إلا بما فعله معهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن أمرهم ونهاهم أما طلبوا خدمتهم وطلبوا إعانتهم فإنه ليس من سجايا أولياء الله وليس من أفعال أولياء الله قال مع أنه قد تنفع الجن قد تنفع الجن الإنس وقد تقدم له بعض الخدمة ونحو ذلك وهذا صحيح فحصل أن المقام فيه تفصيل فإذا كان الاستخدام بطلب الخدمة فهذا وسيلة إلى الشرك إذا توجه إلى جني مسلم ولا يجوز أن يؤتى لأحد يطرأ يعرف منه أنه يستخدم الجن المسلمين وإذا كانت الجن تخدم بعض الناس بدون طلبه فإن هذا قد يحفظ لكن لم يكن من حلق أولياء الله ولم يكن مما تقهره الله جل وعلا بخاصة عباده فلابد أن يكون عند هذا نوع خلل حتى كانت الجن تكتر من خدمته وإخباره بالأمور ونحو ذلك فإذا كان ذلك بطلب منه فهذا لا يجود وهو نوع من أنواع المحرمات لأنه نوع استمتاع وإذا كان بغير طلب منه فينبغي له أن يستعيد بالله من الشياطين ويستعيد بالله من شر مرضة الجن لأنه قد يكون بعد ذلك فيه يعني فيما فعل في قبوله ذلك القبر واعتماده عليه وأنسه به بما تعلمه الجن منه يكون فيه فتل أبواب على قلبه بأن يتوسل بالجن أو أن يستخدمه أخي الكريم تابع ما تبقى في الشريط التالي مع تحيات مركز الوسائل بوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية مع أنه قد تنفع الجن قد تنفع الجن الإنس وقد تقدم له بعض الخدمة ونحو ذلك وهذا صحيح فحصل أن المقام فيه تفصيل فإذا كان الاستخدام بطلب الخدمة فهذا وسيلة إلى الشرك إذا توجه إلى جني مسلم ولا يجوز أن يؤتى لأحد يقرأ يعرف منه أنه يستخدم الجن المسلمين وإذا كانت الجن تخدم بعض الناس بدون طلبه فإن هذا قد يحفظ لكن لم يكن من خلق أولياء الله ولم يكن مما تخره الله جل وعلا لخاصة عباده فلابد أن يكون عند هذا نوع خلل حتى كانت الجن تكثر من خدمته وإخباره بالأمور ونحو ذلك فإذا كان ذلك بطلب منه فهذا لا يدود وهو نوع من أنواع المحرمات لأنه نوع استمتاع وإذا كان بغير طلب منه فينبغي له أن يستعيد بالله من السياطين ويستعيد بالله من شر مرضة الجن لأنه قد يخون بعد ذلك فيه يعني فيما فعل في قبوله ذلك الخبر واعتماده عليه وأنسه به بما تعلمه الجن منه يكون فيه فتح لأبواب على قلبه لأن يتوسل بالجن أو أن يستخدمه إذا تبين ذلك فإن خبر الجن عند أهل العلم ضعيف لا يجوز الاحتجاج به عند أهل الحديث وذكر ذلك أيضا الفقهة وهذا صحيح لأن البناء على الخبر وتصديق الخبر هو فرع عن تعديل المخبر والجني غائف وعدالته غير معروفة وغير معلومة عند السام فإذا بنى الخبر عن من جاء به له من الجن وهو لم يرهم ولم يتحقق عدالتهم إلا بما سمع وهي لا تكفي فإنه يكون قد قبل خبر فاسك ولهذا قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين والذين يقبلون إخبار الجن وإعلام الجن لهم ببعض الحوادث حصل منهم مفاسق متنوعة كثيرة حيث إنهم جزموا بصحة ما أخبرتهم به الجن فربما حصل منهم قيل وقال يعني من الناس في ذلك الذين أصبروا بذلك ويحصل بعد ذلك من جرائها مفاسق وقد تفرقت بعض البيوت من جرائي خبر قارئ جاهل بأن هذا الذي فعل كذا هو كلام باعتبار الخبر الذي جاء ويكون الخبر الذي جاءه من البن خبر كذف ويكون هو اعتمد على نبأ هذا الذي لا يعلم عدالته وبنى عليه وأخبر به وصار من جرائه فرقة واختلاف وتفرق شتاد في البيوت ونعلم أنه فالثبت في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم رحمه الله أن إبليس ينصب عرشه على ماء ويبعث سراياه فيكون أحب جنوده إليه من يقول له فرقت بين المرأة وزوجها وهذا في جملة التفريق والتفريق بين المرأة وزوجها لأنه هو الغالب وأحب ما يكون إلى عدو الله أن يفرق بين المهمنين ولهذا جاء في الحديث الصحيح الذي رواه أيضا مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان أيسى أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في استحريك بينه فهذه المسألة يجب عليكم كطلبة علم أن تسعوا في إنكارها وأن تبدل الجهد في إقامة الحجة على من يستخدم الجن ويتذرع بأن بعض العلماء أبا حذان وهذا وسيلة من وسائل الشرك بالله جل وعلا وقرأوا أول كتاب تاريخ نجل لإبن بشر حيث قال إن سبب دخول الشرك إلى قرى نجل أنه كان بعض البابية إذا أتى وقت الحصار أو أتى وقت خرف النخيل فإنه يقطنون بجانب تلك القرى ومعهم بعض الأدوية ومعهم بعض الأعشاب فإذا كانوا كذلك ربما تألهم بعض جهلة تلك القرى حتى حببوا إليهم بعض الأفعال من جراء سؤالهم حببوا إليهم بعض السركيات أو بعض البدع ثم شيئا فشيئا حتى فشى ذلك وعليه يكون من أسباب انتسار السرك في هذه الديار يعني في نجد وما حولها بحسب ما ذكر أذن غنام من جهة المتطببين الجهلة أو من جهة القراء المتعوذين أو القراء الجهلة وقد حصل أيضا في هذا ولو أطلنا بعض الشيء أن بعض من يستخدم الجن كثر عنده الناس ولما كثر عنده الناس صار يعالج علاجا نافعا وبعد ذلك تسخرت له فئات من الجن أكثر حتى ضعف تأثيره فلما ضعف تأثيره وعرف أن ما عنده من الحالات التي تأتيه للقراء أو للعلاج أنه لم يستطع معها شيئا صار تعلقه بالجن أكثر ولا زال ينحدر في ما في قلبه من قوة اليقين وعدم الاعتماد بقلبه على الجن حتى اعتمد عليهم ثيئا ثيئا ثم حرفوه والعياذ بالله عن السنة وعن ما في القلل عن ما يجب أن يكون في القلب من توحيد الله ويعظامه عدم استخدام الجن في الأغراض السركية فجعلوه يستخدم الجن في أغراض سركية وأغراض لا تدوذ بالاستفاق إذن فهذا مما يجب وفده ووسائل السرك يجب علينا أن ننكرها وسائل الغواية يجب علينا أن ننكرها ووجود من يستخدم الجن ويعلن ذلك ويضرب قدمتهم في الأكبار هذا مبني على جهل في الحقيقة بالشرع وعلى جهل بوسائل السرك وما يفلح المجتمعات وما يحفزها والله المستعب